نكمل بقى مع حضراتكم سلسلة أخبارنا أعلن الاتحاد الرياضي المصري للمكفوفين برئاسة الدكتور أحمد عوين أعلن عن إدراج بطولة العالم للجود وللمكفوفين اللي حتنظمها مصر إن شاء الله خلال الفترة من 9 إلى 19 مارس المخبل في مدينة الإسكندرية سيتم إدراجها ضمن أجندة البطولات الرسمية للاتحاد الدولي للمكفوفين والمؤهلة بدورها لدورة الألعاب البراليمتية 20-24 في باريس إن شاء الله طبعا ده إنجاز يعتبر فريد من نوعه يعني إنجاز بيحصل للمرة الأولى في الشرق الأوسط وفي إفريقيا وأكيد بيعكس ثقة الاتحاد الدولي في التطور اللي بيحصل داخل جمهورية مصر العربية في السنوات الأخيرة التطور اللي أنا ونهوان دي كنا لسه نتكلم مع حضراتكم من شوية عن جانب منه أو الشيء من المظاهر المتعددة اللي بقينا نشوفها بأخارا وندي حاجة حلوة جدا بس أقولك على حاجة الواحد لما بجد تاني هنرجع نركز على النقطة دي لأنها نقطة مهمة وإحنا بنتكلم كمان هنا عن طولة العالم للمكفوفين في الجودو اللي هتأهلهم للبراليمبيات 20-24 في باريس فإنت بتتكلم عن فئة يعني على فكرة بالمناسبة إحنا أنا وإنت يا كريم تحديدا بص حضر دارتكم الحقي وقال إحنا كعشر صبح في الأهلي من برامج فعلا اللي بتركز على كل الفئات لو حضرتك تبعتنا من أول يوم بتدينا فيه لحد هذه اللحظة إحنا بنجيب كل الرياضات وبيشرفنا أن إحنا يكون معنا كل الفئات وفكرة هنا اللي هم أصحاب يعني القدرات الخاصة أو يعني دوي الهمم أو غيرهم بيكونوا معنا ضيوف دائمين لأن هم يستحقوا ذلك وعلى فكرة هم بيرفعوا من البرنامج لما بيكونوا متواجدين معنا ففكرة هنا حاجة زي كده وبنتكلم عن المكفوفين وهذه الفئة اللي البعض ممكن يبص ليهم يقول لهم يا حرام يعني ليهم كده يأكلوا ويشربوا وخلاص الناس دي بتحقق إنجازات ونجاحات والله العظيم فيه ناس أسوياء بدنيا ما بيعملوهاش بيرفعوا اسم بلدهم ناس موجودة هنا ما بيعملوش أي حاجة وبيتعلموا أحسن تعليم وغيره وغيره ما لهمش أي دور في المجتمع فبجد فئة تحترم بشكل كبير جدا وبنسعد بيهم وإن شاء الله دايما كده يكونوا رفعين اسم مصر لأن فعلا فعلا دول مش حاجة مهمشة ولا فئة أقلية لا بالعكس دول فئة منتجة جدا وليها فعالية في هذا المجتمع فربنا يوفقهم بجد من كل قلبي بدعي لهم وأكيد كل الدعم لهم من كل المصريين أعتقد فيش مصري ما بيدعمهمش يعني هما اللي بيجيبوا لنا برضو تاني ما ننساش الميديليات الأكتر يعني في الفاراليمبيات الأكتر بكتير بكتير أي دورة أوليمبية بنرجع منها إن شاء الله دايما مجبورين الخاطر لكن أي دورة فاراليمبية بنرجع رفعين راسنا في السم شكرا